المترجم للإضافة أخي يجب أن تنتظر عفو أختي نحن نتظر من الصبح من المعين وملابس سقوتي وتنظيف وغسل أركض ركب لا بدأ من الأصعب من الأشياء أين تصلين أيدي؟ للسوق راح أخي والله أنا شغلي بالبيت لا يوجد من عنده حتى لو فندق خبس نجوم والصباح أقعد من الستة وأقعد بتي وأوكلها و أزهل المدرسة وبعد نص ساعة أقعد رجلي وأوكلها و أزهل الشغل وبعد نص ساعة اللوخ أما قعد بتي الثانية وأوكلها و أزهل الكلية ألمن راح ألحق حتى ألحق أختي أي زين تقعديهم كلهم مرة واحدة وتزيهم سوية و خلص أنت ترتاحين هيت مرة قلت خلى جرب هالشي انقلبت الدنيا على رأسي بالله شنو واحدة تقعد من وقت واللخ تنام اوي ايه المهم عيني أكيد بعد ما تطلعهم من البيت راح ترتاحين مو انت شايف هيت ترى بعد ما يطلعون هم أبلشت أنضيف الغرف و الزوايا لمعهم لمع وبعدين آخر شي يلا أكل اختصار ها اه مندحجي لك على أكل الذكرت بأنه أني ناسي الأكل على الطباق أخويا خذلي نجا تمام تمام يلا بسرعة تأخرنا ما صارغت؟ يعني الطباق تشان مشتغل؟ لا لا الحمد الله انت مطفيت من طلعت بس الله سترنا اه يمكن حساس انت شوية مثل رجلي انت تحتي بالله شنو؟ أنا حساسة كلش و من نطلع المكان رأسا رح أقول يا نسينا الطباق عالك يا نسينا نطفل الأضويع كله تشذب ايه أختي انت تعرفين نفسي شطبعا؟ اه ذا كل يوم على الأساس أضرب أوتي للملابس اه يا معوجات اه اخويا اخويا يمكن نسيت الأوتي مشتغل اه خلنرجع اتي متأكدة؟ بعد قبل شوية قلتي نسيت الطباق عالك طلع ماكوش مو متأكدة بس عفيا بالاحتياط انا مستحيل ارتاح يلا خلنرجع تمام اختي تمام نرجع يا الله اه اخويا انتظرني هنا بس اشوف الأوتي وأجي تمام؟ اختي انا بحياتي ما شفت وحدة عساسة مثلك ليس صارنا ساعتين اروح ونرجع اروح ونرجع مبين احنا باسبوع ما راح نوصل على السوق عفيني اروح الخاطر الله عندي شغل استغفر الله اوقف انا مخبر هذا؟ اه الأوتي الأوتي خلى الحق انتظرت ما دروح وحث انتظرت انتظر اوجه تخليص انتظر انتظر اشتركوا في القناة